السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً فاللهم اجزيه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته وأعلي على جميع الدرجات درجته أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاثها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مع الدرس الثاني عشر من سلسلة السيرة النبوية منهج حياة ولازمنا في الدروس التي من خلالها نرى ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عليهم رضوان الله عز وجل من أذن وتنكيل وتعديب في سبيل إبلاغ هذا الدين في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل قبل أن نمر إلى درس الهجرة بإذن الله عز وجل الذي سيكون الدرس القادم لابد أن نختم مع هذه الحلقات التي رأيناها يعني من مسلسل التعديب والتنكيل والأذى يعني من تعديب من سخرية من طهاد من حرب نفسية من مساومات من مفاوضات ومع ذلك قريش ما وجدت حلا لثني النبي عليه الصلاة والسلام عن إعلاء كلمة الله عز وجل ما وجدوا حلا وكما قلنا في الدرس الماضي كلما كان الإنسان ثابثا على الحق كلما كان الإنسان عنده يقين بالله عز وجل ويريد أن يعلي كلمة الله عز وجل الأعداء تحتار في كل من كان ثابتا مستيقنا مستمسكا بالله عز وجل فدرس اليوم سنتكلم فيه عن الحصار الاقتصادي والاجتماعي الذي ضربته قريش على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان هذا الحصار في أواخر السنة السابعة من البعثة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ونرى ما هي الدروس ما هي العبر وقفات لابد أن تكون لنا مع هذا الحصار لأن كما قلت ومصداقا لقول الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون نفس الأمر تكرر لكن سبحان الله مع المسلمين هذا الحصار الظالم هذا الحصار الغاشم تكرر في حياتنا في واقعنا تكرر في سوريا تكرر في ليبيا تكرر في العراق تكرر في فلسطين تكرر في السودان تكرر في كثير من البلدان الذي يجمع بين هذه البلدان أمر واحد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله فكأن كما قلت كأن أعداء الله عز وجل كأنهم استلهموا واقتدوا بما كانت تفعله قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة عليهم رضوان الله عز وجل إذن تعرض المسلمون الأوائل إلى هذا الحصار الغاشم ثلاث سنوات عندما نتكلم عن الحصار لا نتكلم عن يوم أو عن يومين أو عن ثلاثة أيام أو عن أسبوع أو شهر أو سنة هي ثلاث سنوات تخيل ثلاث سنوات وهم محاصرون محاصرون لا يأكلون إلا أوراق الشجر يعني هناك نصب تعب جوع حرمان في سبيل ماذا في سبيل أن يبقوا متمسكين بدينهم في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه زاد المعاد لما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلو والأمور تتزايد أجمعوا أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم أي لا يتزوجوا يعني في الطرفين لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى ماذا حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة كأن الأمر مقدس هذا الاجتماع الظالم هذا الحصار كأنه أمر مقدس فكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة فانحازت بن هاشم وبن المطلب مؤمنهم وكافرهم تخيل يصبر على هذا الأمر المؤمن قد نعلم أن المؤمن يصبر على هذا الأمر لماذا؟ لأن الله عز وجل وعده جنة عرضها السماعة وأرض فلماذا يصبر الكافر سبحان الله؟ انظروا إلى الكافر يصبر حمية وعصبية لقبيلته وللنبي عليه الصلاة والسلام إلا أبا لهب فإنه ظاهر قريشا أي أعالى قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب وحبس النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة يعني كل أعضاء كل قبيلة بني هاشم وبني عبد المطلب حبسوا في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة وبقوا محصورين مضيقا عليهم جدا مقطوعا عنهم الميرة الميرة هي الطعام ما يمطاره الإنسان كما في سورة يوسف كما قال ربنا عز وجل ونمير أهلنا والمادة نحو ثلاث سنين حتى بلغ بهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب إذن هذا ما ذكره الإمام بن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعد عن هذا الحصار الغاشم الظالم الذي ضرب على النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن أرادوا القتل أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام فاجتمع أبو طالب وجمع فتيان بني هاشم وفتيان بني عبد المطالب وقال لهم هذا الأمر أنهم لن يسلموا النبي عليه الصلاة والسلام سيظلوا يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه قال كلمة سمع كلمة من جده أبي طالب عندما قال له إن هذا إن ابن أخي هذا سيكون له شأنا فأراد أن يحيطه ويحوطه بالعناية وهذا سبحان الله من خصال النفاق العملي أن الإنسان يعد ولا يفي بكلمته وإذا وعد أخلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن هو الذي يعطي الكلمة ويستفرغ كل جهده ليثبت هذه الكلمة ليحترم هذه الكلمة فهذا إنسان كافر لكن مع ذلك كانت عنده حمية كانت عنده كلمة أراد أن يموت من أجل إذن بدأت مرحلة جديدة من المعاناة مرحلة جديدة من الألم عاشها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة رضي الله تعالى وكل ذلك داخل في التربية الإيمانية للصحابة رضي الله تعالى حتى إذا لقوا ما لاقوا من قريش كان ذلك أثبث لهم وأرسخ حتى يبقوا ثابتين بإذن الله عز وجل لا تغرهم يعني مسألة من مسائل الدنيا بل يبقوا ثابتين وهذا أمر جد مهم في مسألة التربية يشاء الله عز وجل بعد ثلاث سنوات وهناك من مات في شعب أبي طالب يشاء الله عز وجل بعد ثلاث سنوات أن يأتي رجل هو هشام بن عمر ومن بني عامر بن لؤي هو هشام بن عمر يقال أيضا هشام بن عمر العامري هذا الرجل سبحان الله قيل يقول أهل السير أنه كان يأخذ الطعام خلصة ويدهب به إلى شعب أبي طالب إنسان سبحان الله عنده نخوة ما يرضى حتى لو كان الإنسان كافرا والله لو كنت تأكل وتشرب وقربك كافر يعني ما تستسيغ هذا الطعام والشراب لأنه كيفما كان الحال هو إنسان داخل في أمة الدعوة فهذا أمر جد مهم فهشام بن عمر كما قيل أنه كان يأخذ الطعام خلصة على بعير الله ويدهب به إلى شعب أبي طالب وقيل أن قريش اكتشفت أمره في المرة الأولى عندما رأت بعيره فهددوه في المرة الثانية نفس الشيء في المرة الثالثة ضربوه كما يقول أهل السير هشام بن عمر فكر يعني مجهوده بسيط مجهوده قليل لا يستطيع أن ينقد كل يعني كل الرجال والنساء والشيوخ والأطفال في شعب أبي طالب فماذا فعل فكر ثم اهتدى إلى أمر أن يذهب فيكلم من كل قبيلة رجلا حتى يجتمعوا على أمر فيكونوا له أنصارا وأعوانا في هذا الأمر فكر في من فكر في قبيلة بني مخزوم لماذا قبيلة بني مخزوم أولا لأنها من أكبر القبائل القرشية وأيضا لأنها اعتادت أن تعارض قبيلة بني هاشم وأن تنافسها فرأى أنه إذا قبلت قبيلة بني مخزوم بهذا العرض الذي سيعرضه هشام بن عمر يعني من باب يعني من باب الأولى والأحرى أن كل القبائل أن كل القبائل سترضى بهذا العرض وسينقضون هذا الحصار الظالم الذي كان ضحيته النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم ففكر عند من يذهب فوجد ضالته كما قلنا في قبيلة بني مخزوم ثم قال من من؟ وقبيلة بني مخزوم أبو جهل هو رئيسها هو زعيمها فذهب إلى رجل يقال له زهير بن أمية زهير بن أبي أمية المخزومي لماذا؟ انظروا سبحانه الله حتى الاختيار لإنسان إذا أراد أن يختار أو يأخذ قرارا في أمر ما لابد أن يدرسه دراسة جيدة لماذا اختار زهير بن أبي أمية المخزومي؟ لأن زهير بن أبي أمية المخزومي أمه هي من؟ أمه هي عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم هي أخت عبد المطلب بمعنى أنها عمت النبي عليه الصلاة والسلام فيكون بذلك هشام بن عمر قد لعب على وطرين حساسين الدوافع الفطرية من جهة والدوافع العصبية أي رابطة الدم من جهة مما سيكون له بشكل أكيد أثر كبير في نفسية زهير بن أبي أمية المخزومي فذهب هشام بن عمر وقال لزهير بن أبي أمية المخزومي قال له يا زهير هل رضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك حيث تعلم أخوالك يعني في شعب بني في شعب عبد المطالب في شعب أبي طالب قال أترضى أن تأكل الطعام والشرب يلعب على مشاعره وعلى عواطفه وهذا أيضا من أقوى وسائل الثأتير والإقناع مسألة المشاعر والعواطف أنك تستثير مشاعر الإنسان ثم بدأ يضرب على وطر الحمية والتحدي فقال له أما إني أحلف بالله أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي جهل أي الحكم أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا انظر إلى ذكاء هشام بن عمر فقال زهير ويحك استثاره سبحان الله هشام بن عمر قال ويحك ما أصنع وأنا رجل واحد أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها إذن كسب رجلا في بداية هذا العرض على الفور قال له هشام بن عمر قد وجدت رجلا قال زهير منهم؟ قال أنا فقال له زهير أبغينا رجلا ثالثا الكثرة تغلب الشجاعة لا بد من اجتماع سبحان الله لبعض يعني الرجال الشرفاء فلم يأس هشام بن عمر ترك زهيرا وذهب إلى رجل آخر إلى من؟ رجل سبحان الله سيتكرر ذكره في سيرة النبي عليه الصلاة إلى المطعم بن عدي من بني نوفل وذكره بأرحام بن عبد المطلب سبحان الله كما قلت مسألة الثأثير والإقناع دائما الإنسان يلعب على مسألة المشاعر نتكلم عن التأثير والإقناع بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي فذكر له الظلم الذي لقيه يعني بن هاشم وبن عبد المطلب في شعب أبي طالب فقال له المطعم ويحك ما أصنع إنما أنا رجل واحد قال هشام قد وجدت ثانيا قال من هو؟ قال أنا قال المطعم أبغينا ثالثا ابحث عن شخص ثالث فاجأه هشام بن عمر قال له قد فعد قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية المخزومي فقال له المطعم أبغينا رابعا يعني ابحث لنا عن شخص رابع حتى تتقوى شوكتنا فذهب إلى رجل هو أبو البختوري فقال له نفس الكلام قال له أبغينا خامسا أي قبل أبو البختوري وقال له ابحث لنا عن رجل خامس فذهب إلى رجل آخر إلى زمعة بن الأسود الأسدي فاجتمعوا على هذا الأمر على أنهم لا بد أن ينقضوا هذا الحصار الظالم سبحان الله انظروا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء القلوب بين من؟ بين أصبعين من مقلب القلوب الله عز وجل الله عز وجل شاء أن يقذف في هشام بن عمر كانت عنده نخوة وكانت عنده حمية فشاء أن يقذف في قلبه هذا الأمر وهنا أيضا درس مهم هشام بن عمر رجل واحد ومع ذلك ما حقر نفسه إذا كنت في مكان في الشغل في الدراسة في العائلة ورأيت منكرا سيقع إذا استطعت أن تقلل من هذا المنكر فهذا إنجاز هذا شيء طيب إذا رأيت مثلا أصحابك إذا رأيت إخوانك أو إذا رأيت أخواتك يريدون أن يقضبوا على أمر يقضب الله عز وجل حاول أن تكسر هذا الإجماع وهذا يذكرون بماذا؟ يذكرون بصورة يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال ربنا عز وجل؟ عندما اجتمعوا واتفقوا على أن يقتلوا يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قائل واحد من بين الإخوة كلهم قائل واحد قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبية التقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين يعني أراد أن يقلل من هذا الشر أن يكسر هذا الإجماع وهذا ما فعله هشام بن عمر فاجتمع الرجال الخمسة وأخذوا القرار الجريء الذي سيعارضون به أكابر القوم ثم ذهبوا إلى المسجد الحرام في الصباح ونادى زهير قال أنا أكون أول من يتكلم أراد زهير بن أبي أمية المخزومي أن يكون أول المتكلمين فقال أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم فذهبوا إلى المسجد الحرام ونادى زهير على أهل مكة فاجتمعوا له فقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبن هاشم هلك لا يباع ولا يبتع منهم والله لا أقعد والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة يقسم بالله والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة فقال له أبو جهل وهو زعيم مكة وزعيم بن مخزوم قال كذبت والله لا تشق فقال زمعة بن الأسود قال أنت والله أكذب يعلمون يعلمون حقد أبي جهل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له زمعة بن الأسود أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين كتبت ما رضينا كتابتها حين كتبت أي تلك الصحيفة الظالمة ومن بعده قام أبو البختري بن هشام فقال صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به ومن بعده أيضا قام المطعم بن عدي قال صدقتما وكذب من قال غير ذلك يقصد أبا جهل نحن نبرأ إلى الله وهم كفار نحن نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها ثم هنا قام الرجل الخامس الذي كان هو الباعد سبحان الله والذي بحث عن هذا الأمر والذي أراد أن يشق هذا الحصار الظلم قام هشام بن عمر فقال ما قاله المطعم وصدق المطالبين بنقض الصحيفة شو سبحان الله يعني هؤلاء كفار ومع ذلك تحركوا لما رأوا هذا الظلم أنا أنت عندما سبحان الله كانت العراق محاصرة ونرى بأم أعيننا أطفال يموتون لا دواء لا طعام لا شيء ما دفعنا قد يقول قائل وما دع عسايا أن أفعل أنا مثلا لكن كل إنسان بحسب استطاعته إذا استطعت أن تحسس أباك أمك عائلتك بهذا الأمر بهذا الظلم إذا استطعت أن تكتب كنت ممن يحسن كتابة المقالات أكتب إذا كنت ممن يحسن الكلام تكلم الموت موت واحد الحياة حياة واحدة والله عز وجل يعني لم يتأخر موتنا ولن يتقدم موتنا كل شيء عند الله عز وجل هذا أمر واضح لو أن ابن آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هرب من موته هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت وفي حديث بن مسعود في الصحيحين ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد بكتب رزقه وأجله فموت أو موتك أو موتك لن يتأخر كل ذلك عند الله عز وجل لكن رغم كفرهم قاموا سبحان الله لنقضي هذا الحصار الظالم لنقضي هذا التعاهد الظالم وسبحان الله في نفس الوقت حدث أمر آخر يثبث ماذا يثبث معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت أوحى الله عز وجل إلى نبي عليه الصلاة والسلام أن دودة الأرض قد أكلت الصحيفة ولم تترك فيها إلا ما كان من اسم الله سبحانه وتعالى فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب فجاء أبا طالب يسرع إلى نادي قريش رأى الحوار الذي ضار بين الرجال الخمسة وبين أبي جهل فقال إن ابن أخي قال كيت وكيت أي قالب أن الصحيفة أكلت ما بقي منها إلا اسم الله عز وجل فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا فقال زعماء قريش قد أنصفت يا أبا طالب فذهبوا إلى الصحيفة في جوف الكعبة فإذا هي تماما كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكلت كلها سبحان الله إلا باسمك اللهم إلا باسمك اللهم انظروا إلى هذه المعجزة آية واضحة سبحان الله لكن أين القلوب التي تعي هذا الأمر أين العقول التي تفهم أن النبي رسول من عند الله عز وجل وأن الكلام كلام الله عز وجل وهذا يذكرني سبحان الله قبل سنوات كان هناك إعصار كما تعلمون تسونامي كان في أندونيسيا وطايلاند وأتى خرب كل البنيات التحتية إلا المساجد سبحان الله أليس في ذلك آية لمن كان له عقل أليس في ذلك آية من الله عز وجل ليثبث أن هذه بيوت الله عز وجل يحوطها ويحميها ربنا عز وجل وهذا يذكرون بقول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ولهذا ما سمي أبو جهل إلا لجهله ليس الجهل المقصود بها عدم المعرفة وإنما لأنه رأى الحق وهذا والجهل الحقيقي رأى الحق ولم يتبع يعلم أن النبي عليه الصلاة صادق مبعوث من الله عز وجل ومع ذلك لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الله عز وجل ماذا يقول في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السغير العقل الحقيقي هو الذي يدلك على الله عز وجل العقل الحقيقي هو الذي يحثك على اتباع ولزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله هشام بن عمر هذا أسلم بعد فتح مكة يعني بعد أكثر من عشر سنين من هذا الحدث وأيضا أسلم زهير بن أبي أمية أما بقية الخمسة ماتوا على الكفر لحكمة يعلمها الله عز وجل إذن ماذا نستفيد من هذا الحصار الظالم الغاشم أول أمر ثبات الصحابة رضي الله تعالى عندما سعد بن أبي وقاس كان يذكر أنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر وكان أحدهم يتبعر أكرمكم الله كما تتبعر البعير لكن من قاد معركة القادسية سعد بن أبي وقاس من أتى بكنوز كسرة وفارس سعد بن أبي وقاس ولولا هذه المواقف التي مر منها سعد والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا الأمصر هذه التربية الإيمانية هذه التربية الخشنة هذه المواقف هي التي تصنع الرجال أما أن يكون أولادنا أو شبابنا كل شيء مهيئ لهم والله لن يفعلوا شيئا لماذا؟ لأن هذه سنة الحياة هذه سنة الحياة كلما كان الإنسان في فقر في جوع في الطهاد تجد الباعث والمحفز أقوى بإذن الله عز وجل فهذا سعد رضي الله تعالى عنه كان يعني قاد معركة القادسية وأتى بكنوز كسرة وبكنوز فارس أيضا ماذا نستفيد من هذا الأمر نستفيد أن الإنسان المسلم سيمر بابتلاءات وهذا أمر طبيعي سيمر يعني بابتلاءات سيمر بأمور كثيرة لكن هذه سنة الحياة هذه سنة الحياة أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهنا مسألة القائد ما سمعنا بأحد يعني لم يسمع وعصى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ أنه يرى القائد يعاني ما يعانيه عندما يكون القائد يعاني ما يعانيه الأتباع الأتباع يتأثرون أما أن يكون القائد في القصور وأن يكون الأتباع يتعدبون يعني ما يتأثرون سينشق سيشق هذا الصف سبحان الله فهذا أمر جد مهم خديجة رضي الله تعالى عنها خديجة عرضت عليها قراش وهي تعلم شرفة خديجة رضي الله عرضوا عليها لأنها امرأة تقريبا كانت في سن الثاني والستين يعني أهل السير يذكرون أنها تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام وكان سنه خمسة وعشرين سنة وكان سنه أربعين سنة يعني وهذا الأمر يعني بعد خمسة عشر سنة يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذن فأصبح سنها خمسة وخمسين سنة لو أضفنا إلى سبع سنوات يعني من البعثة تقريبا كان سنها اثنين وستين سنة عرضت عليها قريش أن تذهب إلى البيت وأن تعيش مكرمة وأن لا تعاني ما يعانيه فقالت سبحان الله هذه خديجة قالت كيف لا أعاني ما يعانيه المسلمون كلهم وهذا هو التضامن الحقيقي وهذا هو الإحساس وهذا هو التعاطف فرضي الله عن خديجة أيضا أثبتت هذه الأحداث وهذا الحصار الظالم عدمت الصف المؤمن ألف لاميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين لما قيل للإمام الشافعي رحمه الله هل يبتل الإنسان أم يمكن قال لا يمكن حتى يبتل أي لا يمكن حتى يفتن في دينه حتى يختبر في دينه إذن الصحابة عانوا ما عانوا في هذا الحصار الظالم الغاشم ومع ذلك صبروا وثبتوا وكان بإمكان الله عز وجل أن يرسل الملائكة فيخلص النبي عليه الصلاة والسلام ويخلص الصحابة رضي الله سهلهم لا ذلك لحكمة يعلم الله عز وجل أنه يريد أن يربي هذه النفوس يريد أن يزكي هذه النفوس يريد أن يبني رجالا قادرين بإذن الله عز وجل على تحمل أعباء هذه الدعوة إذن النبي عليه الصلاة والسلام صبر واحتسب وكان هو القائد وكان هو الأسوة وكان هو القدوة للصحابة رضي الله تعالى فصبروا في هذا الإبتلاء وكما سيأتي معنا سيستمر هذا الإبتلاء وسيضطر المسلمون الأوائل إلى الهجرة إلى بلاد أخرى يعبدون فيها ربهم عز وجل يظلون فيها مستمسكين بربهم عز وجل وبدينهم عز وجل سنرى بإننا عز وجل في الدرس القادم هجرة الصحابة رضي الله الهجرة الأولى إلى الحبشة لماذا اختار النبي عليه الصلاة الحبشة وكم من صحابي ومن صحابيا ذهبوا إلى الحبشة ونرى أيضا الدروس المستوحات والعبر التي لا بد أن نفهمها ونطبقها في حياتنا من هذا الدرس العظيم درس الهجرة إلى الحبشة فأسأل الله عز وجل أن ينفعي وإياكم بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إنه ليذلك والقادر عليه أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر